اشتركوا في القناة ونجح المنتخب المصري في الفوز على جنوب السودان في المباراة الوديا اللي رعبت في تمام الساعة السامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي ونجح المنتخب المصري في الفوز على منتخب جنوب السودان بثلاث اهداف مقابل لا شيء وتم تسجيل اهداف منتخب مصري في الدقائق تسعة عشر وخمسة واربعين واثنين وسبعين وسجل الاهداف كل من مصطفى فتحي وكهربا وحمود حسن ترزيجيه والاهداف جت هدفين في الشوط الاول وهدف في الشوط التاني وحقق المنتخب المصري الفوز السابع على التوالي تحت قيادة المدير الفني روي فيتوريا وهو الفوز الاول على منتخب جنوب السودان سواء كان في مباراة رسمية او مباراة ودية فهذه المباراة مباراة تاريخية ما بين الفريقين لانها اول مباراة تكون ما بين الفريقين الفريق المصري والفريق الجنوب السوداني ففريق جنوب السودان حديث العهد في قرة القدم ومش موجود على الساحة منذ فترة طويلة ولكنه الان موجود وموجود بقوة في تصفيات كاس الامم الافريقية وان شاء الله هيكون ايضا موجود بنسبة كبيرة في تصفيات كاس العالم القادم ومن ضمن مكاسب هذا اللقاء طبعا اللعيبة اللي اشتركت في هذه المباراة بالكامل لان المدير الفني روي فيتوريا كان مريح ست لعبين من اللعبين الاساسيين في هذه المباراة وهم محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد الشناوي وعمر مرموش ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي بهدف تجنب الارهاق في ظل ضغط المباراة طبعا محمد صلاح ادى موسم طويل جدا مع فريق ليفربول سواء في بطولة الدوري الانجليزي او بطولة دوري ابطال اوروبا او كأس الرابطة الانجليزية او كأس الاتحاد الانجليزي وكذلك النجم الكبير مصطفى محمد اللي لعب موسم طويل جدا في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا لانه وصل في كأس فرنسا الى اللقاء النهائي ولكن خسر في النهائي اما كل من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمدي فتحي كان لابد من اراحتهم في هذا اللقاء لانه طبعا لسه رجعين من مباراة العودة اللي كانت امام الوداد المغربي وفازوا فيها ببطولة دوري ابطال افريقيا ولعبوا بعدها بتلت يام مباراة امام منتخب غينيا اللي ضمن فيها التاهل الى بطولة كأس الامم الافريقية عشرين تلاتة وعشرين المقامة في الكود ديفور بعد الفوز على غينيا بنتيجة اثنين واحد فكان لابد من اراحتهم برضو لان طبعا مصيمهم طويل كأس عالم الانداء سابقة وايضا بطولة الدوري العام المصري وبطولة السوبر المصري القديم وبتاع السنة اللي قبلها وايضا بطولة كأس مصر بتاع السنة اللي فاتت والسوبر المصري بتاع السنة اللي فاتت برضو فالموسم بتاعهم طويل جدا اما عمر مرموش فكانت اصيف في مباراة غينية وخرج بعد خمس ديايق من الشوت الاول فكان لابد من اراحته ايضا هو الاخر فطبعا نزل اوراق تانية من وجهة نظر انه هو كسب هؤلاء الاوراق فنزل مصطفى محمد مصطفى فتحين وسجل اول اهدافه الدولية بعد ملاعب العديد من المورايات الدولية ولكن سجل اول اهدافه الدولية امام جنوب السودان وايضا كسب كهرباء اللي سجل هدف ومنذ فترة طويلة ما سجلش هدف منذ تقريبا 1312 يوم لم يسجل كهرباء في منتخب مصر وكسب ان محمود حسن تريزيجيه قدر ان هو يسجل مباراة التانية على التوالي فسجل محمود حسن تريزيجيه في مبارايات غنية الهدف الاول في هذا اللقاء ونجح ان هو يسجل في هذا اللقاء ايضا الهدف التالت لصالح منتخب مصر فطبعا المباراة كلها مكاسب بالرغم ان انت بتلعب مع جنوب السودان ولكن من ضمن المكاسب الاوراق الربحة اللي كسبناها في هذا اللقاء اطمئنان على بعض اللعيبة وايضا الحفاظ على طريقة اللعب بالرغم من عدم وجود عناصر اساسية في الفريق وايضا ان يكون المهاجم بتاعك يسجل الهدف في مباراة شارك فيها ده شيء يطمنك جدا في الفترة اللي جاية على منتخب مصر فنتمنى ان شاء الله في الفترة القادمة ان يدوم المكاسب على منتخب مصر واستطيع الفوص في كل المباراة اللي تقابلنا في الفترة اللي جاية لان كل ما نفوز كل ما ثقة تفضل موجودة والمكسب يجيب مكسب وان شاء الله نفضل نكسب فيه بطولة كأس الامم الافريقية الغايب ما نصل الى المباراة النهائية ونرفع ان شاء الله الكأس الغايب عننا منذ عام 2010 بالرغم من وصلنا الى اللقاء النهائي في 2017 والفين واحد وعشرين ولكننا خسرنا امام الكاميرون بنتيجة اتنين واحد وخسرنا من السنغال بركلات الترجيح ولكن كسبنا وجود مدير فني قوي مثل روي فيتوريا اللي حتى الان سبعة من سبعة في المباراة سواء كانت ودية او رسمية فشبوه للمدير الفني روي فيتوريا وتحية الى اللاعبين المصريين اللي شاركوا في المباراتين سواء في مبارات غينية او في مبارات جنوب السودان وطبعا بنشكر كل من مصطفى محمد ومحمد صلاح وعمر مرموش والنجم الكبير محمد الشناوي وحمد فتحي محمد عبد المنعين في وجودهم في المباراة الاولى بالرغم من الفترة الاولية اللي كانت قبل المباراة ولكن كانوا رجالة وقفوا وقفة رجالة مع المنتخب المصري وده اللي نتمنى من كل لعبين مصر في الفترة القادم ودلوقت هنشوف اللقطات المصورة من مبارات مصر وجنوب السودان المباراة اللي كانت بتقام في تمام الساعة السامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة فبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين ويتمنى ان شاء الله ان تكون السور تعجبكم ويكون الفيديو مسمر لكم في الفترة اللي جاي اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة